أعلن الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل صحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأوروبية من السودان بأمان باستثناء السفير إيدان أوهارا من ناحية أخرى أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في السودان على الرغم من إجلاء الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من مواطني الاتحاد الأوروبي من البلاد مؤخرة شكرا